في خبر قد يشكل مفاجأة النراجويين بات جواد الزيات رئيس الفريق الأخضر قريبا من مغادرة منصبه كرئيس للنادي للتفرغ لمهمة سامية وكشفت جاردة المساء التي أوردت الخبر في عددها اليوم غد ثلثاء أن الزيات بات مرشحا لمغادرة منصبه في أفق تعيينه عاملا على إحدى مدن المملكة يشار أن جواد الزيات رجل الأعمال مغربي ولد بالعاصمة الرباط ويبلغ من العمر 22 وخمسين عاما تلقى تكوينه في الهندسة بفرنسا قبل أن يعود للمغرب سنة 1991 حيث شغل بشركة بروكتر أند جامبل الدولية قبل أن يتقلد منصب عدة منها رئيس مركزي بوزارة السياحة سنة 1997 ومدير تنفيذي بشركة جيت فوريو للطيران ثم مديرا لشركة بريستيجيا فرح شركة الضحى إلى غاية 2016 وهو الآن رئيس مدير عام شركة إنجاز هولدينغ المتخصصة في العقار كما يمتلك استثمارات في مجال التشهيد والنقلة الذكية اشتركوا في القناة